وقع وزير وشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطا وناظرته الملوية نانسي تيمبو اليوم الثلاثة بالعيون على عدد من الآليات القانونية وذلك بمناسبة عقاذ للتعاون بين البلدين وتفتح هذه اللجنة مرحلة جديدة في التعاون القطاعي بين المغرب وملاوي حيث تغطي عددا من القطاعات لسيما الفلاح والأمن الغذاء والمعادن والماء والتطهير السائل وتنمية الطاقة والتنقل والبنية التحتية والإسكان وتنمية الحضارية إلى جانب التعليم العالي والبحث العلمي وكذا الترويج للبرامج السياحية والثقافية والدينية والسياسية ويتطلع المغرب وملاوي إلى الارتقاء بعلاقتهما إلى مستوى شركة ملموسة ومتعددة الأبعاد من خلال هذه اللجنة المختلطة المنعقدة في إطار رؤية قائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس لازاروس الشكويرا